مراحل تشكل الصخر الروسلوبي مزلنا نكملين في مراحل تشكل الصخر الروسلوبي البالعاماتر كي كنترولون الالتغاسيوم شيميك كنا سابقا هدرنا على الالتغاسيوم شيميك في هذا البرتين سنحكي عن العوامل التي تتحكم في الالتغاسيوم شيميك عندنا المناخ وأيضا الغلياف اللي هما التضاريس المناخ للكليما اللي تتمثل فيه تمبراتور وليميديتي يعني درجة الحرارة ودرجة الرطبة ثاني حاجة هي التضاريس حتى تتحكم في الالتغاسيوم شيميك الثاني مرحلة هي الإيروسيان و الترانسپور ماذا نقصد بالإيروسيان و الترانسپور سي لنسمبل دي فنومان كل أو بارتي يعني تنزع ربما جزء أو قطع من هذك المكان د تران إكزيستان أيضا نحن نقصد موديفين انسي لغليف هنا موديفكاشن هذي يعني تحولات و تغيرات في التضاريس هذا يعني تعريف تاني إيروسيان يدير انلاذ بارتي و الاتو هذي كتيرا و أيضا ندير موديفكاشن في التضاريس نشوفو هنه هي مجموعة ضواهل خارجية على سطح العرب تنزع كل أو جزء من تطاقه الارض وتغير أيضا التضاريس العوامل اللي تحكم في الإيروسيان ترانسپورنة عدنا لأكسيون دولو لأكسيون دو غلسيا لأكسيون دون الهواء في الأنهور جليدية و الماء هذو تلاثة لأكسيون تاحوم عندها نغول في هذه المرحلة هذي نشوفو أول أكسيون ليهي الماء الماء سي لفاكتور ديروسيون البلي امبورتان بذينا بأهم بلي امبورتان أكثر اهمية سان امبورتانس وي فونكسيون دو كليما الأهمية تعور مرتبطة بالكليما يعني إذا كانت حارة أو باردة الناتير بالدولاروش يعني الأكسيون دولو هذي عندها حويج مرتبطة بيه مرتبطة بالكليما مرتبطة طبيعة الصخور برغميابل ولا أم برغميابل يعني نفودة الماء أو غير نفودة الماء الغليف اللي هما التضاريس وي لتيب دو بريسيبيتاتيون هذو هما العوامل اللي تتحكى فلاكسيون دولو المناخ طبيعة الصخر التضاريس ونوء التساقط الأمطار هنا راح نشوفوا الماء الأماكن اللي يتصع فيها سيركيلاسيون دع الماء والناتج وش راح يكون هنا الماء إلا كان غوج كربونيك وإذا كان إروجين أو كان ايتي روجين إذا كان اليه صال هذا Quando حد basket غرية كرة 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 هذا هذا يشوت لك there is already going hard and healthy هذه النواتج إلا كان غوج كربونيك راح يمد لهذه إلا كان أرجيل راح يمد لهذه أو 걸اح يمد لهذه إذا كان ايتي عجل explores مدني هذا يعني نوع الصخور كل صخر اذا كانت فيه سيولة او سيالان تعلما راح يمد لي ناتج معي. نشوف اكسيون ثانية اللي هي الاكسيون الاكسيون دوفو اي اكتف دوني رشيون ديب روفي دو فيجتاسيون. عموما الرياح تكون نشيطة في الاماكن اللي ما فيهاش غيطاء النباتي. الماكن العارية. ديب روفي دو فيجتاسيون يعني مناطق اللي تفتقل حيث نباتية. عدنا كينا للصحراء. الصحراء يعني غيطاء النباتي فيها ناقص. راح نلقوا بزاف الاكسيون دوفو. ديفلاتيون اللي هي الكنسة الارض ونقل الرواسب. يعني ان الرواسب تنتقل من مكان الى مكان. وهذا الرياح وش يدرنا. والكوغاتيون هي الطيارات الرملية. العرف الصحراء يعني فيها الرمال بزاف. راح تصر فيها طيارات رملية. هذا يفصر انه اهل الصحراء يغطو كل شي. الناس الصحراء يغطو كلش. باش ما تقسمش هذيك الكوغازيون. اللي هي الطيارات الرملية. لانه هذيك الطيارات الرملية راح تصخر وتأثر عليه. يعني الصخر وراح تصر عملية حد. يغطو كل حتى وجوههم هكذا. لانه هذيك طيارات رملية عندها تأثير قوي بزاف. هذا الفن. يدير ديفلاسيون وراح يدير كوغازيون. هنه هذي النقل الرواسب وهنه هي الطيارات الرملية. هنه الفن. اذا يعني كل روش عنده الشكل اللي راح يمده. هنه اذا كان روش يعني الصخور صغير عادية هذه العادية. اذا كان ارجيل واذا كان ايتيغوجان. اذا كان ديغوش راح يطينا يعني حمادة. واذا كان ايتيغوجان يحطينا الرق او الرق. اذا كان لغجي راح يمده لنا هذا الشكل. هذا الشكل. اشكل الهوغار في الصحراء الجزائرية. نشوفوا الاكسيون دو غلاسيار. في ها دو تيب في ها نوعان. هنه هادو النوعان راح يمده لثاني ناتيجين. عادنا هادو اللي دو تيب اللي زين لانسيس. اللي هما اللي قالوت او قالوت غلاسيار. وعادنا اللي غلاسيار البن. هادو اللي للاكسيون يعني دو اكسيون في ها نوعان. الناتيج راح يكون اما حوض اما خدوش. لي بالي غلاسيار ولا يعني راح يتشكلنا حوض. او راح تصالنا خدوش فقط. الان راح نشوفو يعني الوكتاج اللي يكون عادنا لغوزيون اللي ترانسبور ماكسيمال. يعني الوكتاج يكونو في اعلى قيمة انتاحو. هذا الشكل. هذي الشانل دون غولمو. الديكولمو. هذا الخط هو الشانل ديكولمو. طريق يعني للسيلان. او للمرور. هاذي المنطقة. هاذي المنطقة الوسطى. راح نلقاو لغوزيون اللي ترانسبور ماكسيمال. هنا في هذا المكان. هاذو ايضا اشكال لي اه الاماكن اللي يكون فيها لغوزيون اللي ترانسبور ماكسيمال. عدنا هذا الشكل. لما يكون عندنا هذا الشكل. هاذي المنطقة. راح فيها اعلى. طيب ايضا هنا. لما يكون هكذا. هاذي المنطقة. هنا. هاذي المنطقة. وايضا لما يكون عندنا هكذا. هنه راح نلقاو لغوزيون ماكسيمال. هنا لغوزيون ماكسيمال. هنا ترانسبور هنا لغوزيون. يعني منطقة يكون فيها عملية الحدس يعني اعلى قيمة. وبناطقكم في عملية النقل اعلى قيمة. وهناها من الاثنين بنفس الاعلى قيمة بتاعه. نشوفو تروازيان ايطاب. ليهي سيدوامنتيون. ماما معنا سيدوامنتيون. في الفيديوون تاريخ مراش لغوزيون. Romeo ما معنا سيدوامنتين. فور معنا. سيدوامنتيون. فوروى آنسامبال دي لمن دي لمن دي لبوزي بار لغوزيون. اللي لغوزيون. خلقه وضهيون. هنا لغوزيون الغوزيون. يغوزيون. أجلنا اي ترانسبور لي هذي عملية تاع الالتغاسيون غلنا عندها الدزاجون تاع وحدها وعملية اليروسيون اي الترانسبور ايضا لوحدها هاذا الشكل اعن رجعتليه ان روش راح تصرى الالتغاسيون وتعدينا ارجيل وامما تصرى الها ايروسيون اي ترانسبور احنا شوفنا واش تصرى عملية الالتغاسيون غلنا الشيميك اي وفيزيك وشوفنا اليروسيون اي الترانسبور وشكون ليدخل في هذي العملية ناكسيون تاع الالفان وغلاسيا ويلو راح نشوف هاذي المرحلة اللي هي السيديمونتاسيون التراصل